اهلا وسهلا انا الدكتور سام انا استشاري امراض بطنة وخصائي امراض الهدى للصماء والسكر وحنكمل النهاردة محاضراتنا عن ادوية التخصيص او بمعنى اخر المساعدات الطبية المتاحة اللي ممكن نستخدمها في المهمة الكبيرة للناس كلها مهتمين بيها الترند بتاع لوزنج ويت مبقى راح كلمنا على شهرة شهرة كبيرة ابر التخصيص قبليها تناقشنا في دواء المتفورمين اللي هو اساس دواء مرض السكر قبليها تكلمنا على الاورليستات النهاردة نتكلم على اسم كده بدأ يعني ما شاء الله ياخد a very popular tone وهو الالكارنيتين الكارنيتين is now available كسابلمنت وكاضافات تشتريها في الجيم and all the amazing promises كده او الوعود الجمدة ان ده من الاخر طيب ده جميل جدا احنا نهاردة هنتعلم ايه هو وايه فايدته في الويت لص وايه هي الفوائد التانية بتاعته لانه هو طبعا اكيد ليه فوائد غير التخصيص ثم ما هي اضراره انهي اكلات ممكن تلاقي في الالكارنيتين خارج السابلمنت وهل فعلا يستاهل انك تشتريه ولا طيب هنبدأ بقاول هو ايه اولا الكارنيتين is a naturally occurring amino acid يعني من شلة الامينو اسد اللي موجودة طبيعي في الجسم تمام هو اساسا شغلته في المخ شغلته الاساسية في مخ البني ادم انه بيساعد على دخول المواد الغذائية الى الخلايا فيسهل حرقانها متفهمت كده دي ببساطة يعني انت عندك المواد الغذائية اللي موجودة في الدم انت واكلها من الاكل والشرب الالكارنيتين بيعمل زي كبري يعني ممكن تكارنه شوية كانسولين ضعيف الانسولين مفتاح للخلايا بيدخل الحاجة الخلايا ده هرمون الالكارنيتين مش هرمون الالكارنيتين ده عبارة عن امينو اسد حامض امينو بيساعد على دخول الطاقة الى الخلايا طيب وبالاخص لجزء جوه الخلايا اسمه الميتوكوندر الميتوكوندر ده عبارة عن مطور للخلايا المطور ده بيخشله الاكل وبيبدا يتحرق فطبعا بيساعد على الحرق ومن هنا جت الشهرة الكبيرة ان الالكارنيتين تاخده من هنا تخص من هنا لاتس فايند اوت لو هو فعلا كده هل لي انواع اوليه الال ده مش لحاله اربع انواع كارنيتين مشهورين طبيا طبعا اشهرهم الالكارنيتين وده اتشهر لانه ده اكتر واحد سريع الدوابان في المعدة سريع الدوابان فتشهر لانه بيساعد العضلات على الريكوفري وبيدخل الطاقة اسرع واحد بعد كده عندك الان اكتف فورم بتاعوا دي كارنيتين دي كارنيتين ده ما بيسبب لكش انا وانت اي حاجة ده كارنيتين بس لسه ما تسخنش موجود في الاكل ولكن لسه جسمك لازم يشتغل عليه شوية شان يرجع لكارنيتين اكتف فورم باقي عندنا الاسي تايل ال كارنيتين اسي تايل او ال كار اختصاره ده very effective للمخ ده شهرته شغله في المخ بالزاد وبيسبب تحسن في شبكة كهربائية في المخ بطريقة جميلة جدا واتعرض مؤخرا في ستاديز لمعالجة او مساعدة مرضى الالزهايمرز الناس اللي بيعانوا من مرض الشيخوخة فالنهار ده بقى في دراسات كتير عليه هل هو بيساعد او بياخر مرض الشيخوخة بقى كده عندنا البروبيونايل ال كارنيتين ده يعني مالوش اي كلام اكتر من انه بيستخدم في بعض الامراض الدموية يعني مش بتاع عامة الشعب ده مش هتلاقيه في محل الرياضة ده دكتور الدم والقلب بس هما اللي بيستخدموه هنسيبهم كلهم ونركز في عامه ال كارنيتين اللي هو فعلا بيتعمل منه سبليمنت انت بتروح تشتريه بيعمل ايه؟ قلنا انه هو بيساعد الميتو كوندريا دخول الطاقة في الجسم وهو بينقل الفاتي اسيدز بالاخص الفاتي اسيدز دي الدهون الحامدة في الجسم بيدخلها في الخلايا بسهولة بيساعد في حرقها فبالتالي بيحرق طاقة كتير طيب هل بيخسس طب الكلام ده جميل جدا من كلامك كده يا دكتور يعني لو خدناه هل هو فعلا بيخسس؟ انا هقول اه بيساعد عالتخصيص اخر دراسة عملت 2014 على ال ال كارنيتين كان على 2000 مريض في امريكا اكتشفوا ان مع ال ال كارنيتين والرياضة نص المرضى دول خدوا ال كارنيتين والنص التاني ما خدوش واجملهم لعبوا نفس الرياضة وكلوا نفس الاكل النص اللي واخد كارنيتين او ال كارنيتين خس 2.4 كيلو اكتر من الجزء اللي ما خدش يعني عندك هولستادي عبارة عن نوعين من الناس 2000 شخص الف و الف دول خدوا ال كارنيتين دول ما خدوش كلوا نفس الاكل دول كلوا لعبوا نفس الرياضة 90 ديا ودول اللي بعبوا نفس الرياضة 90 ديا النتيجة كانت اللي بياخد ال كارنيتين بيخس بالنسبة تقريبا 2.5 كيلو اكتر ده بيخس برضو ما ده بيلعب رياضة فده بيخس برضو وبياكل صاحب ولكن ده خس 2.5 كيلو ازياد اجمالي فيه منه اللي ما خسس قوي ولكن طبعا ايه هنقول ان هم خسوا اكتر طيب ولكن في نقطة لما جوما عادوا الستودي ده لان هما عادوا الستودي ده راح هم عايدينه بدون الرياضة وقال لك تعبت انا جرب بقى لهو بيخسس اللي بيحب يقض على الكنبة ما عندنا من دول برضه يقول لك اناخد الحباية واخس زيرو افكت زيرو مش مسلا واحد في المية ولا نص كيلو زيرو فبالتالي اتحط تحت قال لكارنيتين خطين كده انه سبورتس سبليمت سبورت سبليمت يعني مكمل غزائي للرياضة وهو فعلا بيتباعك كده لو رحت الصيدلية هتلاقي الصيدلي اللي منهم يعني عنده وبيحب يدردش شوية مع المرضى اللي بيشتروا هقول لك اه انت بتلعب رياضة دي بتاعت الرياضيين ومن هنا جت بتاعت الرياضيين لان الستودي او الابحاث اللي اتعملت اثبتت ان اللي بياخد الكارنيتين وبيلعب رياضة اه بيخس اللي بياخد الكارنيتين وبيعضع على حيله زيرو افكت زي وزي ما بياخدش يبقى تضيع فلوس لانه هو مش رخيص تبتاخده كل يوم ولو هتاخده لمدة 6 شهور او 7 شهور لغرض التخصيص فلازم استخدامه يكون بفايدة فقال لك اهه داية اكسرسايز الكارنيتين يزود نسبة الحرق في الجسم انما تاخده تعضع الكانبة تشغل نتفليكس تلعب فيديو جيم فاكر البلاي ستيشن هيخسسك زيرو افكت زيرو افكت فمن هنا انا هقول ان هو yes it is effective as a weight loss supplement للرياضة طيب في اي فوايد تانية فيه الالكارنيتين وبالذات زي ما قلنا الاسيتايل الالكارنيتين عنده افكت جمدة على خلاية المخ وهنا ملوش علاقة بالرياضة عملوا 90 يوم دراسة على ناس يعني استادي 3 شهور 90 يوم في الدراسة التسعين يوم دول اثبتوا ان الناس اللي بتاخد الالكارنيتين او اسيتايل الالكارنيتين بيحسنوا الشبكة الكهربائية في المخ بنسبد 13% من تركيز من زاكرة من سهولة نوم فبقى ليه فوايدة جميل جدا طيب الاسيتايل الالكارنيتين ده تجيبه منينا دكتور ده انت ما بتشتريهوش في الصيدلية انا بتكلم دلوقتي على المادة نفسها ده بيستخدم في طبيا لو فيه اي اغراض طبية بنستخدمه انما انت ما بتجيبوش كالسابليمان الالكارنيتين بقى اللي قلنا عليه للرياضة ليه فايدة كمان وهي لصحة القلب بما انه بيزود الطاقة وبيحرق الطاقة بسهولة مع الرياضة فازبت كمان كفاءة لصحة الهارت او القلب في انه بيمنع او بيقل الحدوث امراض القلب باجمعها لما تلعب رياضة بنرجع ونكمل الجملة اللي قلناتين مع الاكل السحي ومع الرياضة لأ وصلنا كده لتو فانكشنز بيخفض الوزن بنسبة 2.5 كيلو او 2.5 كيلو بالناس اللي بتلعب رياضة على مدار 6 شهور وبيحسن جميع حدوث امراض القلب باجمالها ضغط جلطات فشل قلب كله وكلها تحت اشراف انك بتكون اصلا بتلعب رياضة تمام التحسين الرياضي بتاعه ايه اولا بيزود الطاقة ثانيا بيصرع الريكوفري والناس اللي بتتمرن هتفهم يعني ايه بيصرع الريكوفري اللي انت ايه بتلعب رياضة جاندة بتجري وبقيم بتنهك شوية وتاخد راحة 5 مينتز وترجع تلعب رياضة تاني الفترة اللي انت بتسترخي فيها دي بتريح فيها دي اسمها الريكوفري بيريود الريكوفري بيريود مع الالكارنيتين بتتسرع بتتسرع فتلاقي الناس اللي بيروحوا الجيم يحبوا جدا انا انا هاخد لي دور كمان صدر استنى علي بس ااخد نفس شوية وهو ما ااخد دور كمان دول دول بيحبوا الالكارنيتين تالتا واستخدامه هو مع مرضى السكر مرضى السكر اللي بياخده الالكارنيتين بانتظام مع نظام غزائي واقل نظام رياضي حتى لو مجرد تمشيات فبيزود وبيحسن مقاومة الانسولين عندهم فبيقوي الانسولين على الخلايا مش بيعالج قبل ما حد يقول لي يعني ده انا ممكن استخدمه لمعالجة لا الالكارنيتين مجرد امانو اسد بيساعد على ان مقاومة الانسولين اللي عند المريض تقل في يوم استخدام الانسولين وادوية السكر تتحسن فقط لغير nothing more والخدت وما خدتوش انا هقول بالامانة كدكتور سكر انا مش بكتبه لكل مرضى السكر بتوعي لان لازم يعني مع استخدامه لازم يكون فعلا ليه فايدة لان استخدامه لو هيستخدم في امراض مزمنة هيبقى غالي امراض المزمنة دي ممكن تقعد طول عمرك بالتعليج منها فلما ضف لك دوة واحد انا غيرتلك ميزانية بيتك كلها فاحنا كده كترة امراض مزمنة زي الغدة والسكر والضغط والقلب وكده بنفكر مئة مرة قبل ما دخلك دوة زيادة يقد يفيدك او لا يفيدك فالالالكارنيتين مش داخل في شلة علاجات السكر دول التلات حاجات الوحيدة اللي هندردش فيها في الالكارنيتين من فوائد طب الاعراض الجانبية زي اي مكملات اولا بيجيب لبعض الناس شوية احساس بالنجة او احساس بالترجية وبالاخص لو تاخد على معدة فضية اي امينو اسد بتاخد على معدة فضية ممكن يديك احساس بالترجية مش ممنوع ايه ممكن فعلا ترجع منه لو خدت جرعات عالية الزيادة من الالكارنيتين بيزود اليوريك اسد زيه زي اللحوم وحنيجي ليه لما نقول هو موجود فيه زيادة الالكارنيتين بكترة قوي فيه ناس بتبالغ بقى بدل ما اخد حباية واثنين انا حضرها بشريت يا دكتور ابل مرح الجيم يسبب حصاوي في الكلة فدول الاعراض الجانبية اللي ممكن تتوقحها من استخدام الالكارنيتين بكترة او بمبالغة او لفترات طويلة او لو بتستخدمه بدون ما بتلعب رياضة لان ارجع واقول معمول مكمل رياضي مش من فايدته انك تاخده مع المالتي فيتامين وانت قاعد على مكتب ده من المكملات الرياضية طب موجود في الاكل يا دكتور موجود بالهابل واشهر الاكلات كمان اكتر مكان الالكارنيتين تلاقيه فيه زيه زي بقيت شلة الامانوازيتس في اللحوم اللحوم الحمرة البيف لحمة ضاني الشلال اللحوم يا ليه طبعا الاسماك الاسماك زي اللحوم ماليانة الالكارنيتين ورا على طول الفراخ اظن جبنا كل اللحوم هو كده هو موجود هنا فاللي ليه في الاكل اللهم زي حالاتي زي معظم الرجال العربية يعني بتحبوا اللحوم ما عندناش اي نقص من الالكارنيتين اخر ومصدر ليه ومن الحاجات المفيدة فيه جدا الحليب اللي منكو بيحب يشرب حليب طب لو ده الموضوع يا دكتور نشتريه ولا لا ما كده في خلاصة الموضوع كده انا كده اللي اخبطتك اكتر ما انا فتك يعني انت بتقول موجود في الاكل كتير كترته ممكن تضر مش هيفيد غير البيعاب الرياضة اشتريه ولا لا هقولك بص ممكن تشتريه تحت شروط معينة انا لا انصح بشراء الالكارنيتين غير تحت شروط معينة اللي هي اولا لو كنت رياضي اظن واضحة من الكلام ثم لو كنت نباتي عارفين نباتي يعني ايه نازلة ترند كده دلوقتي طبعا جاينا من اوروبا الحمد لله الترند الجميل ده اللي هو ايه ما ناكلش لحوم خاف على صحة البقرة ما تزعلش البقرة منك انا للأسف مش من موايزين بحب اللحوم ولكن عارف انها موضة فطبعا اللي ما بيأكلش اي لحوم اللي كارنيتين عنده واقع 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 يعني فدي من الناس اللي طبعا يستفادوا منهم يستخدموا اللي كارنيتين يبقى two people اللي انا ممكن انصحهم للالي كارنيتين كمكمل غزائي اللي ما بيأكلش الأكلات اللي فيها الحوم او دواجن او اسماك او اللي بيأكل بس فيجيتيريان والناس اللي بتلعب رياضة يومية او بنشاط رياضي كبير زي جاري كورا جيم مسباحة ما فيش اي مانا من الالكارنيتين جرعة الالكارنيتين من خمسمائة ملي جرام لالفين ملي جرام في اليوم لا تزيد عن ذلك وهتلاقي الحبوب والكابسولات اللي بتتباع فعلا بتبدأ بالجرعات دي من الف الفين خمسمائيات جرعاته عالية جرعاته عالية بيتخذ على معدة فاضية قبل الاكل زي ما قلت الجرعات دي ما نزودهاش او ما نبلغش فيها لان ما بعد الجرعات العالية دي يبدأ يعمل لنا شوية مشاكل هو ده خلاصة الالكارنيتين اما بقى كدوى للتخصيص عيد تاني واقول مع الرياضة ومع الغذى المزبوط نعم الالكارنيتين بيزود الحرق بنسب وليكم مش كتيرة والتجارب كلها بيينت ان على الف مريض استخدموه اللي بيلعبوا الرياضة تسعين دقيقة في اليوم او اكتر بيخصوا بنسبة اتنين ونص كيلو اكتر من اللي ما بياخدوش فانت بقى ايه شوف لو ده كان انت لو انت داخل في المعادلة دي ولا لا هو ده الالكارنيتين باختصار انا هوقف على كده عشان لو فيه اي اسئلة thank you all for listening